يعني انت كمشروع انا اصلا بابني فيلا بابني منشأة بابني مدرسة بابني جامعة بابني مستشفى تمام الديستريبيوشن بيبدأ معايا من دخول كابل الميديم من شركة الكهربالية تمام وبعد كده بيدخل على حين بسموها ميديم بطلي جسويت شجير وبعدها بيدخل على المحاولات وبعد المحاولات بيدخل على اللوح بطلي جسويت شجير او بيسموها الامريبيهات وبعد كده اللوحات وهكذا الانتصل الى اللوت فده الجزئية اللي احنا بنشتغل عليها في الباور سيستم ديستريبيوشن كان فيه احد الحاجات اللي بيدينا شخصيا اثناء الدراسة اثناء ما احنا كنا في الكلية كانت الناس اللي بتديلنا الكورسات معلش دكتور اكاديمي بحت فهو قاعد بيديني معادلات وانا مش حاسسها نزلت السيط مش عارف اتصرف مش عارف اشتغل وانا حافظ حافظ معادلات الى اليوم وشاطر مش الى اليوم انا بقى يعني خلاص ان شاء الله خلال شهرين ثلاثة خلاص الدكتوراه بتاعتي ومتخيل ان انت عشان بتاخد شهادة علمية لازم تبقى انت ايه اكاديمي هو الدكاترة اللي طلع ما اشتغلش في السايت هو اكاديمي ما شافش ما شافش الكابلات ده بتتركب ازاق كيلو التريو وتتبدد ازاي و ايه المشاكل و ايه اللي بيحصل معاد في السايت ما شافش ديزاين ما ما تلاقيش واحد اعلى عن طوكاد وشاف طب ايه تتركب ازاي ولزالك هتلاقي فيه جاب في براكيد ده بين الناس اللي ما اشتغلتش ولزالك هنشوف دلوقتي في الكورس الناتنا هنشوف من الناس اللي المفتوضة تاخد الكورس ده ينبع ياخدوا مكتب استشائل سواء كان في المكتب استشائل الرجل بيعمل ديزاين او شراف بياخدوا المقاول اللي هو بينفذ على ارض الواقع او حتى لو سبلاير واحد بيبيع محاولات او بيبيع له حيات لازم ياخد باله من ايه وحتى الناس اللي لسه في الكلية بيربوتك بقى ايه بياخدك كده بيربوتك بالواقع العمل في مشروع فعلي هنبدأ مشتغل على مشاريع فعليه هنعمل ايه من اول ما احنا هنجيب اللوز اللي كان بداية من اقال الكلية ان فيه جاب كده بين المهندس ضالع حافظ معادلات وتلاقي ممكن الفني او الكهربائي اشطر بينه هو اشطر منه في حتة ان هو اشتغل بايده اما المهندس ده شوية داني لما هتسابه في السايت تمام المفروض المعادلات اللي خدها لو هو واحد شاطر يقدر يعمل ضبط بين المعادلات وبين الشغل بتاع السايت هيلقي كل البيزيكس اللي خدها هي اللي يشتغل بيه اما واحد يقول لك لا ده احنا اللي خدها في الكلية ده ملوش اي لازمة والدراسات اللي بالعكس اكتر علم بيحتاج او اكتر شغلها بتحتاج لعلم الكهرباء لان دايما بقول الكهرباء اي حد ممكن يخطأ خطأ وبعد كده يصوح الا الكهرباء الخطأ فيها ممكن تموت ممكن تضمر منشاءة كاملة ممكن تضمر كل الدنيا بخطأ واحد بس فما فيش احتمالات للخطأ فانت لازم تبقى دقيق شوية في اختياراتك في تصميماتك فمش عاكد